دعا معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 ومعالي الشيخ حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلدش الشعبية إلى وضع المجتمعات الأكثر تعرضا لتغير المناخ في صميم العمل المناخي جاء ذلك خلال اللقاء معالي مع رئيسة وزراء بنجلدش في العاصمة دكا وأكد معالي الجابر أن رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على احتواء الجميع في العمل متعدد الأطراف خاصة دول الجنوب العالمي لتحقيق النجاح في مواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدمة